يا عبير دلوقتي انت اكيد بتحب الاماكن او يواضح شغفك بالاماكن عموما ايه اكتر مكان عندك شغف بيه في مصر بتكوني مبسوطة وانتي موجودة فيه اه شارع الحسين كان كتير خلو المعز الحسين شارع المعز الحسين هم الاثنان يعني دقريبا نفس الشيء اوكي وايه كمان ايه كمان الشوارع اجمالا كلها كانت حلوة انا الاول نفسي اعرف انت جيتي قبل كده ولا يعني دي اول مرة لا دي اول مرة انا جيت كنت صغيرة يعني انتي لسه صغيرة خالص ما شاء الله يعني بس مؤسلة بشكل كبير جدا ايه الاكلة اللي عقبتك وهتعمليها ان شاء الله في لبنان هناك او بيحبوها الناس الاكلة مصرية تعمليها بالطريقة المصري بالفول الماتشوش ولا بالحمص الطريقة الشامي لا بالطريقة المصري تعمليها غير الفلافل ايه يا جماعة فيه وضح ان فيه كده سر للعشق بينها وبين مصري ما تقولي لي يا عبير تي مرتبطة اه قولي لي لا طب ما فيش حاجة في الطريق مصري كده خلبي يحدثه دي قولي قولي ما حدش سامعك قولي ها اطبق لا بس كده شوك لا كده ايه ها لا كده يبقى فيه وهي مش عايزة تقول قولي على شماعتك يا عبير قولي على شماعتها لسا صح انتي ضبطيها من عندك مست Spa طبق اتزبطت هيكده تزبطت خليه ها رحبا انساء الله طبق قوليك ايه اخبارك ايه ايه يا كشري والحلبسة والسحلب والبطاطا والحاجات الحلوة المصرية دي والله انا مضقط اشكرش انا دقطت الكشري وكشري كان كتير حلو بش فيه حاجات كتيره نفسي كان ادوقها كما بس فلطيتっと زي ايه بش راجع زي ايه واحنا نعملها لك هنا في المطبخ مع شاف محمود سعد زي البطاطا ايوه زي سهلة اه فيه كمان فيه السحلة ما جربتوش كمان حمص الشام على الكورنيش على مامشا اهل مصر كده الحمص برضو ما جربتوش بيسموها حلبستة عندنا عشان نثقافك بقى اي ثقافة طيب اعبير انا عايزة بريك لها على الجايزة لحبك بالحلبستة والحمص والكشري حدويهم ان شاء الله قلبي برضو كده ايه متطمن